أنا بحبها أكتر على فكرة ولأ مش بس هي بتستشيرني أنا بستشيرها يعني أنا عندي مشكلة دايما في اختياراتي المادية ودايما بيتضحك علي لازم أستشير ريهان في كل خطواتي المادية شطرة ريهان في المنطقة دي لا مش شطرة بس هي أشتر مني بس هي مش شطرة أكيد مش في خيابتي وأنا كمان بستشيرها في حاجات كتيرة وهي ليها فضل كبير في اختيارات في عمل ما كده مش هقول بس ده كان أحد النقلات في حياتي كلمته كنت منهارة وقلت لها أنا حاسة أن أنا إمكانياتي أهم من العمل ده قالت لي بصي امضي يمكن يبقى هو اللي فتحة خير حب ما تعمل كيتعمل ما تحب وفعلا عملته وبعديها الدنيا اختلفت الكلام ده كان من سبع سنين ده أنت مش عايزة تقولي ليه اسمه علشان ما أنا بقول أنا ما كنتش عايزة أعمله فصناه هيزعله ما تعملتي؟ يعني بصي ونجح كمان يعني بصي عشان صناه ما يزعله عشان برضو روح أنه يبقاش صدامي أو بيجرح في حده وبعدين هتلاقي بقى منشطات بتحمل حاجات تانية توصل لهم إن أنا شتمتهم وأنا ما عملتش ده خالص بس أنت نجحتي فيه الحمد لله مصبوط بتقولي كان نقلة في شرم كان نقلة من سبع سنين أو ثمان سنين فريهان بالنسبة لي فعلا زي ما هي بتقول شركة النجاح والكفاح وهي كمان تستاهل قد اللي هي فيه ده ألف مر وبعدين